اللهم صلع النبي نخفق بيض البيض لين يصير لونه أبيض ويكون الرغوة نضيف السكر بالتدريج لين تتشكل الكريمة بهذا الشكل هستخدم بسكوت بالزبدة من بران وطبعا بران عندهم كمان أنواع ثاني من البسكوت زي البسكوت بالكاجو وكلها منتجات فاخرة ولذيذة وتقدروا تشوفوا باقي منتجاتهم على حسابهم أطحن البسكوت وبعدين أضيف عليه سكر بودرة وننخلهم سوا ونبدأ بالتدريج نضيف من خليط البسكوت على الكريمة ونقلب بالراحة بهذا الطريقة بعد ما نخلص كامل كمية البسكوت نحطهم في قمع ونبدأ نشكلهم على الصينية عليها ورق زبدة ونضج الصينية عشان نطلع فقعات الهواء نخليهم أقل شي ساعة لين ينشف السطح تماما وممكن تضيفهم لون طعام بودرة على بيض البيض لو حبيتوا الماكرون ملون وبنفس الخطوات بعد ما نشف السطح ندخل الصينية على فرن مسبق التسخين على درجة 150 من تحت على طرف الأوسط تقريبا 12 إلى 15 دقية بعد ما تبرد تحشوها باللي تحبوه هذه حشيتها بالنوتيلا واللون الأحمر حشيته بكلامة الجبول وجهزت يا سيدي نقول بسم الله ألذ من كده ما فيه ما أقول لكم الطعم خطير وبالعافية